وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الأوضاع الأمنية على حدود السليمانية زارت قوات الأسايش مقرات المجموعات الإيرانية المعارضة في منطقة زاركويز ووجهت طلبا رسميا بتغيير مواقعهم مصدر رفيع من جماعة الكادحين الكردستانية الإيرانية المعارضة أكد مطالبتهم بمغادرة مقراتهم الحالية في كل منه زاركويز وباناكورا وزاركو بازلة والانتقال إلى معسكرات جديدة في سورداش بحلول نهاية الشهر الجاري وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود وإجراءات الحكومة العراقية في إعادة ضبط الحدود مع إيران وتركيا ومنع الجماعات المعارضة من استخدام الأراضي العراقية لتهديد دول الجوار تحت أي مسمى